يشرفنا اليوم بين نارين وعدوين أو داعمين مختلفين كيف لها حكومة عبد المهدي أن توازن بين الغضبين الأمريكي والإيراني وهي واقفة في الوسط بين يدين تددافعان في العراق الساحة الأكبر للمواجهة المحتملة لم تقلق غارات الكيان الصهيوني أحدا كما أقلقت حكام العراق الجدد وهم يرون معادلة وجودهم توشك على الانتهاء بالنتيجة صفر فيحاولون ضبط ردة فعل الميليشيات المنتشرة في البلاد وفي الوقت ذاته لا يريدون موقفا يزعج إدارة ترامب إنه موقف عديم الحيلة بين متصارعين كبار إيران والولايات المتحدة فجاء الصدع من الداخل ملامح خلافات عميقة بين قادة ميليشيات الحجد من جهة والحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان من جهة أخرى وهي التي تريد تفادي التصعيد وتخشى من حرب بالوكالة ستكون المنظومة السياسية في العراق أولى حطبها فكان الموقف الرسمي بنظر الكثيرين ضعيفا إذ اقتصر بيان الخارجية على احتفاظ العراق بحق الرد باستنساخ لبيانات النظام السوري المصنف أيضا ضمن المحور الإيراني صاحب سردية المقاومة تباين المواقف بدى جليا في غياب أبرز قادة الميليشيات عن اجتماع قصر السلام الذي ضمن رئاسات الثلاث والعامري وقادة تحالف الفتح الذي خلص هو الآخر إلى بيان تحليلي أقرب منه إلى بيان موقف من غارات شنت على الأراضي العراقية فيقول إن القصف محاولة لإشغال الحجد عن دوره المهم بالقضاء على الإرهاب الميليشيات من جهتها أكدت على لسان نائب رئيس هيئة ميليشي الحجد أبو مهدي المهندس أنها لن تسكت على الهجوم الأخير الذي استهدف أحد قادتها قرب الحدود مع سوريا لن نسكت على ضربنا ضربة كانت صاروخية واضحة الآن جاي ينحلل الصاروخ ومين جاي ينطلق عندنا الآن بقايا الصاروخ المنطقة شيكناها لن نسكت على هذه الضربة احتمالية السكوت يراها مراقبون مقرونة بالطيش الميليشيوي من طرف بينما يكمن طرفها الثاني بمدى سعي طهران لإشغال خصومها بحرب وكالة مستترة يقودها في العراق من تسيرهم خصوصا الغائبين عن اجتماع قصر السلام بالتزامن مع حديث صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله عن مساندة الخزعلي للمهندس في رد منفرد على الغارات دون تنسيق مع الحكومة على أن يسبق هذا ضوء أخضر إيراني لإشعال منطقة ترقد على برميل بارود لن يسلم أحد منه إن انفجر